اشتركوا في القناة وعرفنا مين اللي هيواجه مين والموعد والتوقيد بالزبط والقناوات النقلة طبعا هقولك عليها اللي هي هتكون في الغالي الطبع بين سبورتو طبعا اكيد يعني لا اول مرة الزر في القناة انزل اشترك في القناة بضغط على زر الاحمر اسفع الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب اعمل لك الفيديو فعل زر الجرس لاصلك كل جديد باستمرار باذن الله تعالى خلنا نبدأ بالنتائج بالنسبة للمباريات الدور الخامس ثم انت عرف على ترتيب لدفين بعد كده في اخر الفيديو هقولك مواعيد مباريات دور ربع النهائي ومن اللي هيواجه مين الدور الخامس اصفر عن فوس بيرنموس على بيرنالي 2-0 ومنشستر ينايتد فاز على وستهام ينايتد 1-0 واحرز الهدف اللاعب سكوت مكتومني في الشوت الاول الاضافي بعد انتهاء المباراة 0-0 في دية 97 طيب منشستر سيتي فاز على سوانزي سيتي 3-1 احرز هدف منشستر سيتي كايل والكر في دية 30 رحم سترلينج في دية 47 غابريال خسوس في دية 50 هدف سوانزي سيتي جاء عن طريق اللاعب ويتكار في دية 77 ليتأهل منشستر سيتي الى جانب منشستر نايتد والى جانب بورنوس تشفيلد ينايتد قدر يفوز على بريستول سيتي 1-0 احرز هدف تشفيلد ينايتد بيلي تشارب من دارب الجزاء في دية 66 لستر سيتي فاز على برايتون 1-0 واحرز الهدف لليستر سيتي اللاعب اهيناتشو في دية 94 يعني في اخر دقيقة من الوقت ببدأ لتضاعف في الشوت التاني من المباراة كل افيرتون قدر يفوز على تتنهام 5-4 في المباراة القوية جدا من وجه نظري احرز هدف افيرتون كالفرت في دية 36 ريد شاردلسون في دية 38 سيغردسون في دية 43 من دارب الجزاء ريد شاردلسون الهدف الساني لهو الرابع لإفيرتون في دية 68 وبيرنارد في دية 97 يعني يوصل للشوت الاضافي الاول والتاني تتنهام احرز الاهدف الاربعة سانشيز في دية 3 اريك لميلة في دية 3 من الوقت ببدأ لتضاعف في الشوت الاول سانشيز في دية 57 وهاريكين في دية 83 اللي ينتهي المباراة بفوز افيرتون والتأهل لربع النهائي الخميس 11-2 2021 ساوس هامتون فاز على والفرامبتون اتنين صفر واحرز الاهداف داني انغس في دية 49 وستيوارد ارمسترونج في دية 90 وتشيلسي ادري فوز في مباراة صعبة من وجه نظر على تشيلسي مش عارف ازاي يعني المباراة صعبة لان بارنسلي مهما كان فريق من درجة ثانية الله اعلم ممكن يكون من درجة ثالثة كمان افتكر درجة ثانية تشيلسي فاز على بارنسلي واحد صفر احرز هدف تامي ابراهام في دية 64 طيب خلا نشوف ترتيب الهدفين بعد كده هقولك مواعيد مباراة ربع النهائي ومين هيواجه مين واللي اصفرت عنه الورع النهاردة في صدارة الهدفين اللاعب غاري مادين في اللاعب بلاك بول وده خلاص كده باربع هدف دلوقت بقى المتصدر حرفيا تامي ابراهام لعب تشيلسي باربع هدف لانه ولسها بنفس وفي المركز الثاني اللاعب كارلوس لا ده خلاص طلع فين? اه اللاعب جوسها كان لاعب بردموس بسلاسة هدف ومحمد صلاح خلاص ريتشارد لسون لعب فيرتون بسلاسة هدف ايضا وعندنا اللاعب مين تاني كالفرد لاعب في them في المركز الثالث بهدفين منشستر سيتي في اللاعب في المركز سيدي أيضا في الفودن لاعب منشستر سيتي بهدفين وخلاص كده دول اللي هما متصدرين واحد من تشيلسي اتنين واحد من بردموس واثنين من نادي واثنين من نادي منشستر سيتي خلنا نشوف مواعيد ربع النهائي ومين هيواجه مين في مباريات ربع النهائي اربع مباريات في ربع النهائي هيكونوا كلهم في يوم واحد يوم السبت 20 مارس 2021 بإذن الله تعالى 23 2021 الاربع مواجهات مواجهة بين تشيلسي امام شفيلد يونيتد طبعا الاربع مباريات ايضا في الساعة 5 مساء بتوقيت مصر الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة كلهم في توقيت واحد وكلهم في يوم واحد تشيلسي هيواجه شفيلد يونيتد ليستر سيتي هيواجه نادي منشستر سيتي ليستر سيتي هيواجه منشستر سيتي وهتبهم مباراة قوية جدا بين الفرقين ليستر سيتي حاليا في الوقت اللي أنا بصور فيه اللي هو يوم 12 اتنين وفي مركز الثالس، في ترتيب الدور الإنجليزي أما مانشستر إب فابتضل ثانى عندك مباراة منشستر يونايتد امام ليستر سيتي دي او او مباراة افيرتون او امام منشستر سيتي يعني ليستر سيتي ومنشستر يونايتد او افيرتون ومنشستر سيتي واحدة على بينس بورس اتش دي وان والتاني على بينس بورس اتش دي تو واحدة على واحد والتاني على اتنين مين فيهم هنا ومين فيهم مش عارف تشيلسي امام شفيلد يونايتد ممكن على بينس بورس اتش دي خمسة اللي اكد بتزيع الدور الالماني ودلوقتي خلاص صحبوها منه اما برنموس والسامس هونستون لاما تتزاع لبينس بورسة همانية او تسعة اما مش تتزاع خلص اصلا كان معكم محمد نور الدين من قناة محمد نور الدين لحد ما نلاقي اللي اسم ان شاء الله نراكم في فيديو اخر بازن الله تعالى اشترك في القناة فعلا زر الجرس عملاك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته